فضلوا هذا السيد علي من هو هذا قطراني علي القطراني هذا رأى كان تذكره وكان في المجلس الرئاسي مع سراش وبعدها بقدر القادر هيكي قدم استقالته وعده هذه انتفاجأنا به هنا الراجل جاء ودخل المشهد ريتوا الدولة اللي نقول كم عليها نحن الدولة مش موجودة لو ان الدولة موجودة وقاعدة تؤسس تأسيص صحيح هذا لما قدم استقال تقول لأربح خلاص ما عاش تقعد في المشهد انت نين يتم انتخابك ولا يتم اتفاق من جديد ولا كذا جابوك اخها باهمة يبقى اربح لكن احنا فوضى حقيقة يعني فشين يقول السيد هذا وزير يقول موقف وزير الخارجية المصري سامح شكري موقف مشرف ويدل على حرص مصر الشديد على ليبيا ووحدتها بقى لما تأيد لما تأيد سيدة نجلاء معناها مش حريصة مصر يعني على وحدة ليبيا شين شكلة وحدة ليبيا يعني لما تقر النظام العسكري اللي غادي هذا والحفتر وتقول لا ما نقبلش الا وزير من عند حفتر معناها هي فعلا تبي وحدة ليبيا شنو الحوسة هذي مصر رفضت كونه مش نظام عسكري هلا مش يكونوا واضحين مصر نظام عسكري نظام عسكري والنظام العسكري لا يحسن الا التعامل مع العسكر وقلتها الكم من قبل قلتها الكم من قبل قلتها الكم اول اداة يفضل العالم سمحوني العالم بالحرية بتاعته بالديموقراطية بالكلام الفاضي اول انسان او اول حكومة يفضل ويستحسن التعامل معها وخاصة في دول العالم الثالث انها تكون حكومة عسكرية او رئاسة عسكرية او دولة عسكرية يقدروا يتحكموا فيه العسكر العسكر عند منظومات امنية تدرب عليهم وتربى عليهم وانشئ عليهم يقدروا عندهم مفاتيح يقدروا يتعاملوا معه كيف ما يبون لكن المدني بطبعة والمنتخب بطبعة لا يستحيل ان يتعاملوا معه لذلك مصر ما تحملتش الموقف اطلعت وهذا جاي يثمن موقف مصر كونها ما عجبهاش انها الحكومة المدنية تلعث في الرئاسة ترجمة نانسي قنقر